تحت شعار نبني تشات كما نريد وسط سلام شامل ستنطلق جائزة التميز الصحفي دورة هذا العام وأن جائزة التميز الصحفي تعد تظاهرة ثقافية وفكرية لتحفيذ أفضل الأعمال الصحفية بعد تنافس شريف بين مترشحين من مختلف الوسائل الإعلامية لهذه المهنة النبيلة وللإعلان عن الانطلاقة الرسمية لتقديم الترشيحات جاءت هذه المناسبة وقد تحدث رئيس لجنة تنظيم جائزة تميز الصحفي علي جبريل علي قائلا إن هذه الدورة ستحظى بجوائز متعددة وتشمل هذه الجوائز المؤسسات التي يعمل فيها الصحفيين لإثبات مهاراتهم بشكل يومي ومدى وضوح ما يبثونه والانضباط وزوايا معالجة الخبر وخاصة احترام القانون ومرسة أخلاقية المهنة الصحفية من جانبه رئيس مجموعة الإعلامين بمنظومة الأمم المتحدة ممثل منظمة الأغزية والزراع الفاو منصور أندياي أكد بقوله إن وجودنا معكم بصفتنا كمجموعة الإعلام للأمم المتحدة يذبت الرغبة القوية للفريق القطري للأمم المتحدة بشات لمساحبة الحكومة وكل الناشطين والفاعلين في شات في إطار تعزيز كفاءات الإعلام وهذه المساندة يجب أن تترجم بالمشاركة الفعلية بالمبادرات التي تسعى لدعم الصحفيين من خلال تمكينهم وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين من أجل الحصول على الأخبار والمعلومات التي يحتاجونها أما رئيس المجلس الأعلى للإعلام ديادونيل جوناباي أفصح قائلا إن تنظيم هذه الجائزة هي دعوة لاكتشاف النوعية والمهنية للمترشحين وعرض المعارف الفكرية وإبراز الثقافة العامة التي يتمتع بها الصحفي كما أنها تعتبر السانحة لتقديم المساهمات من أجل دعم الإدارة الرشيدة والحوكمة ودفع عجلة التنمية كما هو مدرج في برنامج عام 2030 تحت شعار تشات كما نريد من خلال الخطة الوطنية للتنمية في الفترة من العام 2017 حتى العام 2021 ودعا إلى ضرورة الحيادية والمهنية وأشار إلى أن وثيقة منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة تنص على أن الصحفي يجب أن يساهم بشكل فاعل في مجال التنمية ويلعب دورا محوريا للحفاظ على السلام وفض النزاعات ودعم التعايش السلمي بين المجتمعات وأن هذه الدورة ستحمل اسم الصحفي المخضرم جوزيف صالح جابا الذي تخرج من المدرسة العليا للصحافة الدفع الثانية عشر بدولة الكاميرون والذي لقي حطفه بسجن دي دي ايس وللإشارة فقد جرت المناسبة بحضور الأمين العام لوزارة الإعلام أشت صالح دمان بمبادرة من شبكة الصحفيين الكاديين جاء تنظيم هذا اليوم الإخباري حول دور صحفيين في تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية التي وضعتها الحكومة للفترة ما بين العام 2017 وحتى العام 2021 عبر صياغة وتحرير الأخبار إلى جانب تقديم البرامج التوعوية والإخبارية الإزاعية والتلفزيونية رئيس شبكة الصحفيين الكاديين عدم ونغانا عدم في كلمته بهذه المناسبة أكد أهمية توسائل الإعلام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونشير إلى أن شبكة الصحفيين الكاديين أن ستقوم بتنظيم مؤتمرات وندوات علمية بمختلف مدن أقاليم البلاد في العيام القادمة للتفاكر والتباهث مع الصحفيين وممثلي الجمعيات المدنية حول أهمية المشاركة في تنفيذ هذه الخطة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بالبلاد ترجمة نانسي قنقر